كما قدم المتطوعات بالصليب الأحمر الشادي مساعدة لقرية SOS للأطفال بها يمتكون بالدائرة السابعة وهي بعرعا مجموعة من البطنيات ومواد تطهير المياه الصالحة للشرب وذلك بمناسبة أسبوع المرأة سعيد أحمد حسن لكل طريقته في التعبير عن فرحته وهذه الهبة الصغيرة خير شاهد على ذلك حيث قررت بعض المتطوعات العاملات بالصليب الأحمر الشادي اختيار هذه الطريقة للتعبير عن فرحتهن بالأسبوع الوطني للمرأة الشادي التي وجدت ترحيبا كبيرا من قبل المستفيدين الذين أثنوا على مبادرة الصليب الأحمر الشادي وترجمت تلك المشاعر على لسان المساعدة الاجتماعية لمدير قرية دهر الأيتام منظمة SOS نقول شكرا لمنظمة قراروج شكرا لمنظمة قراروج أما المدير العام لقرية دهر الأيتام العالمية فرع تشات لينجل نينجار جوزيف قال أن هذه البادرة قد وصلت إلى القلب قبل الأياد متمنيا من باقي الفاعلين الاجتماعيين حذو الصليب الأحمر الشادي ادخال الفرحة والسرور في قلوب الأطفال يترك طابعا إيجابي الأطفال هم جيل الغد الذين ستكون لهم الريادة مستقبلا ومن الواجب إعطاء أهمية بالغة لهذه الشريحة من أبناء الوطن ترجمة نانسي قنقر